بمناسبة مرور سنة على وفاة فقيد الرياضة التونسية الهادي بالخصة رحمه الله كيفة ليسان جرماء أمامنا ريفو ثم رقم 17 الجيرين أذن الأسبوع القادم لذن النشاط الرياضي بمقابلات ربيطة الكأس لذن فريق دون نجاعة في التهديد عنده حادثة كبيرة باتجاه حسان القيرسي تقوى هذا هجوم حسان القيرسي وزباهي حسان القيرسي حسان القيرسي باتجاه جادة ثاني لكن تتقسم من فول السحباني السحباني طويلة داكوستا وباتجاه ثاني وثم فولا ما تسلشكت من الهجوم بهي تايد من الشاب وثم المخالفة لشائدة أتنجر الرياضي تونسي معروف المخالفات متاعه وتزديد تغير على الرياضة تزديد قوية ياسر من تنفيق الهيشري ترجر الرياضي تونسي يحب يفرض نسقط لعبه تغلي اول اللي حاولة رفايت ترجر الرياضي تونسي تشري حسان القيرسي حسان القيرسي ممتازة ممتازة من حسان القيرسي وتحس على مخالفة حس على مخالفة تفض بسرعة ماركنزاري في اتجاه داكوستا ممتازة من داكوستا يهرب على المراقبة داكوستا ملجاة اليسرى يوزع في اتجاه حسان القيرسي اللي يفتح النتيجة لصالح الترجر الرياضي تونسي في دقيقة اثناش من هذا الشابت الاول ممتازة من اللعب البرازيلي داكوستا فانتفوك باش يفلط على المراقبة ملجاة اليسرى يوزع الكرة اتجاه حسان القيرسي كانت اليقم المرمى اذن تم خدمة مونير شوفوا داكوستا اهرب اذن على ربيس قلتانا ويوزع وحسان القيرسي يكون في موقع اذن شلعي وفي حتى شيء كرة كانت ورائية اذن خلفية ويكون الهدف الاول في الدقيقة اثناش عن تاريخ حسان القيرسي وهكا تغير نتيجة وتصبح هدف مقابل صفر لفاية الترجر اذن بداية موفقة للترجر الغتوسي في هذا اللقاء اذن بداية موفقة للترجر ثم حسان القيرسي حسان القيرسي مع فايزلي بترجع مرة اخرى ترجر التونسي نقوتي مرة اخرى نقوتي رينو نقوتي رينو نقوتي وفلورون موريس وترجع لي سرحة ترجر التونسي الهيشري الهيشري كنتي جاه داكوستا داكوستا ترجع ناحي سردكوستا حاول يوزع وتسطن بالدفاع بأجر نو جاف موريس نقوتي معه ثلاثين الشيخي تغير طليل انتجاه ثم زيادة ثم ثاني زيادة ثم ثاني من حسان الجابسي تسديدا والترجع حتى لا ترجع وثم باها من حسان الجابسي حسان الجابسي ممتازة شد العطاء لحد الان وممتازة ترجع زيادة ثاني ترجع ترجع اختيل اختلا غير اتجاه تويلة اتجاه لوري بوريس وثم منكزة من شكر الواع طارق ثابت ثم ماهل تنزالي اتجاه ده طالطي حاربوشي سدك لك المشاكل غايفة اسوية وترجع من ربيتان براتانا ثم ماهل تنزالي تبع طورة ريف التويلة اتجاه حسين القبز وتدخل الفيز دي طمان دوتي فايز داي الان فايز داي تويلة وترجع في اتجاه حسين القبز مع ندوتي حسين القبز باهم اتلقابس اتعمالي اتلقابس ممتازة جدا ممتازة جدا 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 فيها خطلة كبيرة ياسر اشهدت من نوع الممتاز بكل صراحة قلوها دا بدون انخياز بدون عكبة كان شاهدوا بالصورة هالي اعادة وشاهدوها ممتازة جدا اطلع عودوا وشاهدوا الصورة اعتنى فيه باشا خدمة شكوا العمل الكبير تخط الكرة الى طرق ثابت بل ما تهبط شوفوا وزياد المثاني بالراس يسجل الهدف الثاني حقيقة ممتازة جدا شاهدوها من الصحبات الاوروبية وفلسة اخرى وفلسة اخرى زياد المثاني زياد المثاني ورائية مراد الشابي ودكولتا وكرة ما تتطلوش ترزع من الدفاع وتخرج الكرة من قيرة وتعكس الهجوب لفريق فريسا جرماء وقبل كان المهير معلول ورزيط نتيجة بالاطبخ لفريق أتراجل تونسي حالتاني القيبس ومباراة طيبة جدا وطولد من رتغم القلوقان مرة اخرى فريق الكرنسي الجيرينو لغوتي لغوتي فورنيا دي احمد ماركو سيموني تزديد مارتين مراد الشابي مارك كنزاري مارك كنزاري مارك كنزاري للشابي الشابي بشي وزع يوزع ومفام حد مرة اخرى ترجع الكنزاري يسدد ودفاع مرة اخرى لمراد الشابي مراد الشابي يتواغل يوزع ومع عرص بفضل سرعة هدي وتقام الهجومات المعاكسة تطوروا كان ادلى بها المرحوم الهادي دوركيسا تجع كورا الى الشابي الشابي يحاول بشي يسدد ماركو سيميوني ماركو سيميوني في تنفير هذه الكنية الريع وترجع فورسة فلريع والهدف فورني يظل للفارق فورني يظل للفارق وذلك فورسة شابي شابي داخل وراجع ورائع ولكن ما تم حدا حد ممتازة من المراد الشابي وثم زيادة ثم ثاني ورائع وممتازة وثم شريطة موعدة ثانية السماس سيراجدين الشيحي ترق ثابت التجم ترق ثابت حسن الجاب سيراجدين الشيحي وتدخل من الدفاع اتجاه فلوريو موريس ويلا وثم سيميوني طالية سيميوني سيميوني رشاكور وباية من شفل الوار وفلطة ومالطة شفل الوار يتعلق واتدخل ترجين الشيحي ويا برشا وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكام من سيد جمال غندور عن نهاية الشوط الاول بلتيجة هدفين مقابل هدف لفائدة الترجي عن رياضي التونسي نلتقي سيداتي سيداتي مع بداية الشوط الثاني نترجع الى زيادة لمساني زيادة لمساني زيادة لمساني يحاول بشي سدد لكن بعيدة ومازال تلال الشابي الشابي راجعت بخرج الرجل وتزيد من الشابي ويحاول وجهتها الى الاثنية باهم الشابي امتازة جدا والحارس يحاول وجهتها قابل يغرب على ندوتي جي صان جي صانه يغير الكرة ملتنزاري ممتازة جدا المسافة بعيدة ينزم التصيبات من هذه المسافة حتى يتمكن من مفاجأة لكن الحارس كان موجود وتدخل ممتاز من طارق ثابت زيادة تمثاني لكن حسن الجامسي موجود ممتازة جداً من حسن الجامسي في مكان قصير وتجاه جيلسان وثمه نغوتي وثمه زيادة تمثاني وتدخل من دومي في مهاية ثم راي وتعكس الهجوم ثم الشيحي ثم ماهر كانزاري وتدخل نغوتي ترجع الى فارق ثابت حسن الجامسي حسن الجامسي تولى تجاه الشابي لكن تدخل من الأسار وإدميرسان يحكس هذا الهجوم إدميرسان 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 ماذا يقدم إدميرسان وتدخل من بشير الصغباني فريق كامير ربما في مهاية ثاني هذا هجوم من فريق باريس الجرماء فاتريس لوكو فاتريس لوكو يخلي الكورة تختيرة ثم تدخل من الدفاع اختيرة كورة ثم تدخل من الدفاع ثم تدخل من الدفاع من ناحية اليمين ويزبق خلش شكل الوعاء خلشت الوقت المناسب خلشت الوقت المناسب خلشت الوقت المناسب قمت لأنه ألحى كاميرا والزمهير في ثانث تريحة خلشت الوقت المناسب كاميرا خلشت الوقت المناسب ربائم الشابي عامليات فو پصيرة اغلقا والشابي شابي شابي تم حسين كيبسي قبل كولا البشير تحباني بجنبه شابي مازال بحفظة الكورتو برغم المحاسرة للاسار وابعيدة من العروسي العروسي ونقوتي باتجاه العروسي باتجاه العروسي طويلة تم جينسون ولاسار ثم باهم الشابي باهم امتازة من الشابي ويخرج دومي امام الحارس في هذا الشعود ثاني نظامة تشكيلة ثانية خدمة فريق باريس سنجرمان في هذا الشعود الثاني ترجع الكورة لمعاكسة والحارس ومازالت العروسي والحارس العروسي توزيع وفم تدخل ومازالت حسين القابسة في مالتقل جزاء واختيرة على الدفاع باريس سنجرمان وصويح وركنية وشيحي سوياح مرة اخرى ومازال محافظة على كورة سوياح يا اوه موت عشر على المخالفة فيسل بن احمد مرة اخرى فيسل بن احمد اكم شاشية بها هي العملية تنائية اذا ماشى سنل التوزيع ما نسمى حتى حرف الاستقبال ترجع الى مصور الواتي الواتي وترجع من الصالحي الواتي الصالحي المتابع واسيستي قصيري الواتي وعدنا كذلك امثالنا الشعبية لكلام اجتادنا اللي فيه اكثر من عبد من بينها الامثلة والاكلام المقولة المعروفة اذا ضربت وجع واذا وكلت تشبع والترجل هذه تونسي وباستضافه لطريق صان جرمال فرنسي في ذكرى وفاة تقيق كرة قدمة تونسية المرقومة هذه تركيزها يكون قد طبق المثال الشعبي كما ينفع هذه كراينا معناها وقت علينا ضغوطات في الفترة الاولى ولابدوا ولابدوا وناس عاملوا التنظيم بتاع مباراة حوم وناس ماليقش معناها لا باسم الترجي ولا باسم المرحوم وقلنا كلنا ناش في عقلنا نستناول فرصة باش نعملوا حاجة في حجم المرحوم وفي حجم الترجي حتى معناها نكونوا صادقين معروح الفقيد وهذه برخيصها عمر ولا تنساء معتها حتى الناس اللي بلادات الصغيرة كلهم يعرفوا وهذه برخيصة معتها كان كان محبوب من الناس كل وهذه برخيصة عمر ولا شفته مضغش أنا من اللي أعرفته كل دي ما يضحك يلعب يفدلك كان قريب لي ياسر حبيبي ياسر هذك علش تأثرت عليه ياسر ياسر كما تشوف البلاد كل تأثرت عليه هكتشوف الساعة أو معبي الناس كل تحب لها برخيصة وذوما مش كانوا يحبون مخلطين حاطم جماعة خين جاو مقابلة ودية ودية لكن تتمثل عادة أشياء أولا نساء ذكرى للمرحوم ثانيا مقابلة ضد فريق على مستوى باريس الجرمان هذا يعتبر تحقيق تحقيق لصمع طيبة يعني يتمتع بها كورة قدم تونسية وخاصة تراجل هذه تونسي إلا ما يفك لكل سنة معاودنا على هالمقابلات هذوما الضيوف من جهتهم كانوا عارفين رواحهم على شقدمين وشكون في اللقاء هذا مواجهين التراجي تم اختياره كأول فريق أفريقي من طرف الاتحاد الدولي تحول فريس الجرمان لتونس يندرج في إطار تمثيل العلاقات مع هذا الفريق خاصة على مستوى التكليم الشبان باعتبات وأن التراجل الرياضي من أحسن الهواء على الساحة الأفريقية فوت قدم الأفريقية في تطور مصمر مضروري في بعض الأحيان ملاقات والأهتكاك تعالى تنظر علي لك اجتماع برناتكا لإجراءة جنودع اقصر علي فط قدم الأفريقية لا نعيد على الساحة الأفريقية وبالتراجلة لقد قدم الأفريقية لمداركة تلقى على استطاعت ملعات الجرية فط قدم الأفريقية ولكن هذا يظاهر لقد قدم أعضل سأبد أخبر في عجالة إبداعات الترجي في اللقاءات الدولية الوضية الترجي الرياضي استقبله لفريق فاريسان جرمان الفرنسي اللي اكتسب بعض أوروبي في السنوات الأخيرة مأكد التقاليد الرازخة المتمثلة في انتظام مقابلته ومنافسته لأعتق الفرق الأوروبية الأمريكية الجنوبية والأسيوية بالأرقام فاريسان جرمان كان المنافس الدولي رقم 22 للترجي الرياضي منذ أول لقاء أجراه يوم 18 جوان 1950 أمام أهل جدة السعودية الترجي عبر هذه المباريات في أعلى مستوى سجل 36 هدف حقق 9 انتصارات لكن أحلى وأمتع المناسبات هي لقاءاته مع أولمبيك مارسيليا سنة 1979 مع جوفانتز الإيطالي سنة 1992 فلامينغو البرازيلي 1993 اللي كان معزز بنجوم كبيرة مثل جونيور وكذا جراندي كذلك روما في جوان 1995 اللي كان أيضا معزز بالمدافع الدولي البرازيلي الباير الحكم الدولي السيد خندور كان بدوره سعيد هالمشار كل سنوانتو طيبين الأول بمناسبة رمضان ده شيء يسعدني جدا وشرفني جدا لأن أنا الحقيقة بعتبر نفسي أنا مصري حقيقي لكن أنا بعتبر تونس هي وطن التاني لأن تونس شهدت بالنسبة لي بدايتي في التحكيم الدولي كانت في تونس في عام تلاتة وتسعين أنا بحب تونس وبتفائل بها ويمكن هما كمان عندهم نفس الشعور أما الممرن يوسف الزاوي فإنه كان متأكد بالنجاح التراجي في هاللقاء هاو الدليل سيوسف يذوركش الملاعب التونسي بصفة عامة في مثل المقابلات هذه يعطي الزايد نعم يعطي الزايد يعطي اللي عنده خطر ما يجام شاء تكتم اللي عنده هذا الزايد ما فهماش لكن يمكن يكون أكثر مركز وأكثر هذا عليش ينجح كل مرة اللاعب التونسي فعلا كان التراجي عازم على الإبداع والإقناع هذا ما خلاه يدخل المقابلة بقوة ويبهذل في الزيوف اللي ملقاه حتى حل للتصدي لشاطر حاق حسان الجابسي اللي كان فطر لللقاء بدون المراسة حسان الجابسي عمل المساء يوم السبب في اللحظ عمل اللي حظ في الزيوف ومرتش أكثر من 15 طيقة على بداية اللقاء حتى جسم تفوق التراجي بهدف جميل بشيطة في ذاكرة الحارج كريستوف ريفول لمدة طويلة برازيل يمرر كورة أرضية وحسان الجابسي في المكان المناسب يسجل هالهدف زاد فيها يجانب من التراجي وأكبر ترير على ذلك أنه بعد 8 دقائق من الهدف الأول أي في الدقيقة 20 هجوم منسق من نوع خاص بين طرق فابر حسان الجابسي وزيادة من ثاني وضعف النتيجة أي نعم 20 طيقة والتراجي من تراجي في مصر في الوضعية غير المريحة أحرجت أبناء باريسان جرمان اللي عموا جاهدين على العودة إلى المقابلة وافتكاك وسط الميدان ثم التقدم نحو شباك الوع لكن هذا الأخير كان تنهاره متصدى لكل محاولة ذيوك بكل طيقة النفس ورشغ في تنفير لكن في تنفير 37 وعلى أتر طبع ثيرة أن مرمى التراجي لوران فورني يذلل لنفر وبعد تدنين الترق يأخذ فريق سان جرمان بجمام الأمور ويزيد في تهديد مرمى شكل الوعر لكن بدون الوصول إلى التسجيل ينتهي الشوط الأول لصالة فريق بنتيجة لنبوح في الشوط الثاني واجه التراجي فريق ثاني لبريس سان جرمان وهنا دورة قوة التراجي وخبرته بمثل هذه الظروف الصعبة وبعد ما قدم التراجي اللعب لمدة 15 ثقة مقريب عاد تدريجيا للسيطرة على المقابلة خاصة بعد القيام ببعض التهيرة وهكا هكا كملة الفرجة وتخل الصويح يفسقيه ثنياته العالية وعمل للجمور ألف كيف زادت بهتك الضيوف في هالعطاء الكبير لأبناء التراجي حتى يكون التحاب والتضام والتأخي لأبهى مظاهره زاد عزز التراجي في الدقائق لأخيرها صفوفه بلاعب الندي الأولى من الهمامي وبلاعب شبيك وعنوان كمان الصالح شميل عبدالح